ممناسبة المباراة بكرة مباراة مصر ومنتخب رأس الأخضر منتخب كافردي معايا ألفز مسيدو بابانكو واحد من أساطير هذا المنتخب ولاعب ليريا البرتغالي الحالي وقائد منتخب كافردي التاريخي يا فندم مشرف ومنور على تلفزيون المصري برنامج رقم 10 أنا مبسوط جدا بالدعوة وإن شاء الله البرنامج بتاعك يبقى مقصر الدنيا دايما أشكرك شكرا جزيلا بداية طبعا الحديث عن هذه المواجهة الكبيرة اللي تجمع منتخبنا المصري غدا بمنتخب كافردي كيف ترى هذه المواجهة وحظوظ منتخبنا الوطني المصري وأيضا حظوظ منتخب كافردي اللي ضمن السعود إلى دور الستاشر في صدار الجزر التاريخ من وجهة نظري أن الماتش هيبقى صعب جدا طبعا رغم مكاسب كافردي الفريق المصري فريق كبير في لعيبة مهمة لعيبة دولية ولكن مش هيبقى مطش سهل لنا يعني كافردي يعتبر واحد من مفاجآت البطولة فجئنا بمستوى رائع جدا كان أول السعادين ليه دور الستاشر هلكن تتوقع هذا المستوى الكبير لمنتخب كافردي والفوظ في أول مباراتين؟ من وجهة نظري هو الجروب اللي موجود دلوقتي اللعيبة عندها أحلام أكبر من اللي فاتت مدير الفني عامل شغله محترم مع جميع اللاعبين إحنا فريق محترم وفريق قوي شايف غياب محمد صلاح عن هذه المواجهة إزاي؟ بالفعل بالطبع محمد صلاح لعيب عالمي وطبعا بيقلق أي فريق سواء كافردي أو غيره وغيابه طبعا بيأثر كتير مش بس في المنتخب المصري ولكن هو بيأثر على المنتخب الأوروبي اللي هو بيلعب فيه ليفربول المباراة بكرة تتوقع أن كافردي فيها يلعب بتشكيلها من البودلاء ولا يلعب بالتشكيلة الأساسية للاعب بيأة في المباراةين اللي فاتوا لا طبعا المنتخب كافردي هو واخد المباراة بجدية جدا أنا من وجهة نظر أنه هو هيلعب طبعا بنفس الفرقة بنفس الطريقة ولكن مش علشان خاطر فيه غيابات في المنتخب الخصمي اللي هو منتخب مصر هنلعب بالاحتياطي ولكن طبعا إحنا جميع اللعيبة عارفة هي بتاعملي كويس جدا آه بس ليه تلعب بالتشكيلة الأساسية وانت ممكن تريح بعض اللعبين الأساسيين خاصة النظام والتلك منتخب كافردي ضامن السعود وفي صدار الجدوى للترتيب كمان مش ممكن تكون فرصة لإراحة بعض اللعبين يعني احنا مش هنلعب بالحضاشر اللي لعبوا آخر مرة كلهم ولكن المطش ده مهم جدا بالنسبة لنا مش معنى أن مصر متعدلة مطشين وده بالنسبة لنا هيبقى مطش تحصيل حاصل فإحنا هنلعب باستهتار لأ بالعكس إحنا بنحترم المنتخل مصري جدا وهنلعب معاه بكل الكوة مين في رأيك أبرز المنتخبات اللي زارت في كاس الوام الأفريكية من وجهة نظرك؟ نظري الفرق كلها محترمة ولكن طبعا فيه يعني مفاجآت كتير جدا ولكن طبعا يعني أنا مش هكون حايز لأي فريق ولكن احنا فرقنا قوي جدا السنغال كويسة جدا والسنة بتها يقلي أن في الوقت الحالي حقول أنه هو الفريق بتاعي اللي ممكن يفوس لأن احنا عندنا طموح كبير جدا فترتك الاحترافية كلها في البرتغال تعيش في البرتغال منذ فترة بالتأكيد حاجة أسألك كمان عن روي فيتوريا المديل الفني لمنتخب مصري البرتغالي روي فيتوريا من وجهة نظري أن كل مدرب ليه مدرسة خاصة بيه روي فيتوريا حد محترم جدا مدرب محترف عارف بيعمل ايه ليه شخصية قوية جدا وديه بتبان في الملعب بتبان في المؤتمرات الصحفية اللي بيعملها وهو عامل فريق كويس أنا بشكرك شكرا جزيلا عبر زوم كان معنا ألفز مسيدو بابانكو لاعب وسط فريق أوطايو ليريا البرتغالي الحالي وقائد منتخب كبيردي السابق هو قال لك أنه تأثير غياب صلاحي يكون تأثير غياب كبير على منتخب مصر وكل منفسين بينقصين يعني يحبوا أن يلاعب منتخب مصر دون محمد صلاح